تتركز أعين اليمنيين والعالم هذه الأيام على الحديدة حيث المواجهات المشتعلة والمعركة المستحقة لكن وبالتزامن مع ذلك هناك تصعيد عسكري يقوده الجيش الوطني في معظم الجبهات مع الانقلابيين في محافظة لاحج قال مصدر عسكري أن قوات الجيش تقدمت شرقي مديرية القبيطة وتمكنت من تحرير مناطق العنين وجبل موجر ومناطق صبيح والتحمت بجبهة العمالقة في سوق الخميس في شمال المحافظة قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات المنطقة العسكرية الرابعة شنت هجوما عنيفا ضد ميليشي الحوثي وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبهة طور الباحة كما شهدت جبهة الشريجة مواجهات عنيفة تمكن خلالها الجيش من تحرير جميع مرتفعات القناص والسحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة الشمالي لاحج والراهدة جنوبي تعز أما في البيضة الجبهة المشتعلة دائما فقد أطلق الجيش هناك عملية عسكرية واسعة تمكن خلالها من السيطرة على عقبة القنذع الاستراتيجية وجبل الأشعر التابع لمديرية الملاجم وأجزاء من مديرية نعمان كما أعلن الجيش عن أسر ثلاثين عنصرا من ميليشي الحوثي صعدة هي الأخرى تشهد معارك مستمرة تقدم خلالها الجيش في جبهة الملاحيظ وجبهة رازح بالتزامن مع عملية كبيرة لنزع الألغام إذن تقدم عسكري في جبهات عديدة بالإضافة لجبهات نهم وصرواح والجوف لكن السؤال الذي يتسأله كثير من اليمنيين لماذا لا يتم دعم الجبهات بمعدات عسكرية مثل ما يحدث في الحديدة وهل هي معركة متكاملة للقضاء على الانقلاب أم لعزله عن الشريط الساحلي فقط مراقبون يقولون أن ميليشي الحوثي تشهد أضعف مراحلها عسكريا تستميت في الحديدة وتحشد لها من بقية الجبهات وهذا ما يجعل من خطة التضييق عليها أسهل من أي وقت مضى فهل اتخذ التحالف قرار حسم المعركة في كاميرا الجغرافية اليمنية أم أن تصعيد القائمة يهدف لتحرير محافظة الحديدة فقط